أهلا بكم خلال لقائه الأسبوعي بالحجاج في ساحة القديس بوترس في حاضرة الفاتيكان أكد قداسة البابا فرنسيس لجموع الحاضرين وخاصة القادمين من لبنان والشرق الأوسط أن من يؤذي عضوا في الكنيسة يؤذي المسيح نفسه موضحا أن الله قادر على تبديل قلوبنا الحجرية إلى قلوب رحيمة وقال أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من لبنان ومن الأراضي المقدسة ومن الشرق الأوسط إن التحول من شاول إلى بولس ومن المتهد إلى رسول الخبر الصار يعلمنا أن اللقاء مع القائم من بين الأموات يتوب القلب لقد غمر نور المسيح وجود بولس وأضاءه ووجه حماسه لخدمة الله والشريعة نحو خدمة الآخرين وكلمة الله لنطلب من الرب القائم من بين الأموات أن ينير ويحول جميع الأشخاص الذين ما زالوا اليوم يضطهدون المؤمنين معتقدين أنهم بهذا يتممون مشيئة إلههم ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير